عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين متواصل قبالة السواحل الإيطالية هذه المرة اعتردت زورق خفر السواحل الإيطالية سفينة تقل ما يزيد عن 320 مهاجر غير شرعي غالبيتهم من السوريين النيابة العامة في راقوس وبعد التحقيق أصدرت مذكرة توقيف بحق ثمانية مصرهين ستتم متابعتهم بتهم تشكيل عصابة إجرامية وتشجيع الهجرة غير الشرعية الركاب تبين أن من بينهم العديد من السوريين والقاصرين وحوالي 50 مصريا وسيتم ترحيل هؤلاء إلى بلدهم فحين ستنقل السلطات غالبية الآخرين إلى مراكز استقبال في شمال إيطاليا اعتراض سفينة المهاجر غير الشرعيين يأتي بعد إعلان إيطاليا الأسبوع الماضي عن انتهاء عملية مارينوستروم التي سمحت بإنقاذ عشرة الألاف من المهاجر غير الشرعيين في عرض البحر الأبيض المتوسط وستحل محلها عملية أوروبية جديدة تدعى تخيطون ستمتد على نحو شهرين للحد من تدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين